تاريخ الزاوية السيسية الإطار المرجعي والتاريخي يعود تاريخ الزاوية السيسية إلى العهد الأول للدولة العلوية الشريفة أي إلى عهد المولي إسماعين التي كانت له صلة وطيقة برجالاتها أصله أبي الغراء مولي إسماعين المغري حفيد مولي عبد الله بن حسين وقد نشأت هذه الزاوية على يدي ولده المولي عبد السلام بن سعيد بن حمد نجل مولي عبد الله بن حسين نزيل طامس لوحد حوز مراكش ونستطيع القول أن زاوية السيسية امتداد لزاوية طامس لوحد نزلها الشرفاء السيسيون نسبة إلى المكان وكان أول مستقر بها المولي عبد السلام صحبة وليه مولي إسماعين والمولي السعيد المنقب بأبي عثمان إلى أن إقامته لم تطل حيث طلب من نجليه حمله إلى بلده الأصلي طامس لوحد حتى توفي هناك ورجع بعد ذلك الإخوان المولي إسماعين والمولي سعيد إلى السيس ومنهم تتركب الأسرة السيسية تتألف هذه الأرى من ثلاثة مجموعات أو زاوية الزاوية الفقانية التي تضم أولاد مولي سعيد أبو عثمان وقد خلف المولي إدريس البطاش والمولي عبد السلام والمولي الوافي وهذا الأخير مدفون بمدينة آسف الزاوية التحتانية وتضم أولاد مولي إسماعين الخمسة وهم مولي طهر طوهرة ومولي بوكر باكرة ومولي عبد السلام ومولي إحمد ومولي علي الزاوية الوسطانية وتشتمل أحد أبناء مولي إسماعين وهو الإبن السادس وهو إحسين الذي توفي قبل والده وقد لعبت هذه الزاوية دورا هاما قبل الحماية الفرنسية وأثناءها حيث كانت تجمع بين السلطتين الروحية والدنيوية من هم الشرفاء السيسيون هم نزلاء دكالة بولاد بوزيز بين سيدي إسماعين القاسمي والزمامرة وبها اشتروا وهم أحفاد مولي عبد الله بن حسين نازيل تمس لوحد حوز مراكش وهم أمغاريون أداريسة فجدهم المؤسس هو مولي عبد السلام بن حمد بن عبد الله بن حسين دافين تمس لوحد بن إبراهيم بن الجليل بن عبد الله أمغار الصغير بن الخالق بن الحسين عبد الله أمغار بن جعفر بن إسماعين حتى يصل إلى عبد الله بن دريس مؤسس فاس بن دريس الأكبر دافين زرهون بن عبد الله الكامل بن الحسن السبت بن فاطمة الزهراء بن الرسول وعلي بن أبي طالب فكرامات هذه الزاوية متعددة فعلم المولي عبد السلام أعماد تمس لوحد أبناء المولي إسماعين كان محبا للعلم وتفوقا في تفسير القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة كما كان محبا للجدل والمناظرة وكان يقرأ بصوت مرتفع حتى يتغلب على الجين وقد تمكن من خلق مدرسة من هذا النوع كثيرا ما كان المولي إسماعين يتلقى بفقيه تام جروت الشيخ سريحمة بن ناصر للجدل والمناقشة في العلوم المعقدة والكثير ما كان الشقيق الأكبر مولي سعيد أبو إثمان يحط على الاكتفاء بها ويلومه على تحركاته وقد نجح المولي إسماعين من جلب أخي تام جروت حتى يقتني أكثر فخرج فجرا فصار لساعات طوال حتى وصل مكان يدعى النقار شعر بقلب الصلاة الظهر فسأل المولي إسماعين أخاه قائلا ألا تظن أنه حان وقت الظهر فرفع المولي إسعيد يديه مبتهلا وفجأة نصبت أمامه صومعة بيضاء لم تكن تسدل ذلا أو شبه ذل ففهم أنذاك أن الصلاة قائمة بمكة وحينئذ اقتنع المولي إسماعين بعدم أي معرفة أخرى فرجع إلى سيس وكان للزاوية إضافة إلى الامتيازات الروحية القدرة على شفاء المجانين أي المصابين بالجنون وقد كان السلطان المولي إسماعين العلوي العظيم يكون للمولي إسماعين المغاري كل تقضيع فقد دعي هذا الأخير يوما لقصر بكناس لشفاء والدي السلطان كان مصابين بالجنون وتمكن المولي إسماعين المغاري معالج وإذهاب الجن عنهما استرجع قدرتهما العقلية وبسبب هذه الخاصية أصدر السلطان مولي إسماعين العلوي الذي كان دقيقا في اعترافاته ظاهر للصالح شرفاء سيس المغاريين بتاريخ محرم 1138 هجرية الموافق 1725 ميلادية وبعد سنتين أكد الظاهر السلطان مولي عبد الله الذي خلف أخاه المولي إسماعين ومن ذلك الحين أكد جميع ملوك امتيازات زاوية سيس بضهائر عديدة خصوصا سني محمد بن عبد الرحمن ومولي الحسن الذي أكد يوم 18 غشت 1300 ظاهر الاعتراف والتقدير الممنوحين من طرف أسلافه إلى أولاد مولي عبد السلام بزاوية سيس وخصص إجراءات والتزامات تجاه الخدام والمنتمين إليها بدكالة وغيرها مجددا هذا التأكيد كل من مولي عبد العزيز سنة 1313 هجرية ومحمد الخامس 1343 هجرية موافق 1925 ميلادية بيت الشرفاء السيسيين المغاريين أدارس وقد قال بن قنفد في بيت أمغاري هذا البيت أكبر بيت في الصلاح لأنهم يتوارتونه كما يتوارت الناس المال وما زالوا إلى الآن يتوارتونه والغالب أنهم أعلام في الصلاح رضي الله عنه وقال بن الزيات إنهم يتوارتون الصلاح خلفا عن سلف وكانت لهذه الأسرة حضوة خاصة لدى الملوك الذين تعاقبوا على الحكم إلى أهد المغفورة محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله تراهما ووارث سر جلالة الملك محمد السادس نصره الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر